ربما ليس لدى الكل علم بهذا النظام وربما كذلك في نفس الوقت نحن لا نقتنع أننا قد نحتاج إلى 60 دقيقة كوننا لسنا بحالة طارئة للتعامل معنا لأن هناك مريض آخر قد يحتاج إلى الدخول إلى العناية المركزة مثلا هو أولى وأهم أو ربما التعامل مع مريض إطرحال السير يعاني حالة خطيرة جدا هو أولى وأهم مني أنا الذي أعاني من ألم منذ شهر في يدي وبالتالي نذهب إلى الدكتور مصطفى القواسمي مدير عام الإدارة العامة للطوارئ في وزارة الصحة ليحدثنا عن هذا النظام وبالتأكيد عن تصنيفات المريض أنه حالة طارئة أم غير طارئة سعدت صباحا بكل الصحة دكتور صباحا بخير عليك وعلى جميع المستمعين أهلا وسهلا صباح الفل والياسمين وصباح الأنظمة التي نأمل أن نعيها أكثر وندركها أكثر حتى يتسنى للطواقم الطبية العمل بمهنية وبعيدا عن الضغوطات وبعيدا عن ربما بعض الاعتداءات التي تنجم هنا وهناك وإذا ما فعلا تعرفنا على نظام الفرز الطبي الإسعافي على هذه المعلومات الآن تسعفنا في كيفية التعامل مع قسم الطوارئ حين نلجأ إلى هذا القسم ماذا نقصد بهذا النظام بداية دكتور؟ بداية يعني شكرا إليك والأمانة أنه لمسته اليوم موضوع مهم جدا وهو موضوع مؤرق للنظام الصحي بشكل عام وكان لازم تصديد الضوء عليه فلذلك أشكركم فعلا عن تصديد الضوء على هذا الموضوع وخاصة ألية التعامل مع الحالات الطارئة في أقسام الطوارئ وألية التعامل مع الجمهورة في أقسام الطوارئ والمراسقين وتصنيف الحالات بداية يعني تعريف الحالة الطارئة كل حالة بالتعريفات عند الناس وفي الطب هي حالة طارئة إذا كانت عليها تهديد خطر على حياة الإنسان فهذا التهديد خطر على حياة الإنسان تعطيها تصنيف أن تكون حالة طارئة في العالم ما قدروا يقدروا يصنفوا بدايتها أنه طب أوكي أنا شو الحالة جرح الأصبع هذه حالة طارئة والجلطة القلبية هي حالة طارئة أوكي ولكن لمان الأولوية؟ نعم لمان الأولوية في التعامل؟ إنسان الذي جاء عنده وجع بطل من شهر أوكي شو أولويته بالنسبة لبلاد من عنده جلطة؟ ففي العالم كله هناك أنظمة تسمى أنظمة الفرز وهي أنظمة طبية مبنية على معلومات طبية عن المريض يعرفها الأطباء ويعرفها التمريض العاملين في أخسام الطوارئ هذا النظام يسمون تريع السيستم تريع السيستم بشكل عام وإحنا بلشنا في فلسطين بتطبيقه منذ حوالي عشر سنوات خاصة في مجمع فلسطين الطبي كان بداية والآن يتم العمل فيه في كل مستشفياتنا خاصة للحكومية والخاصة تبدأ بدعة العمل بهذا النظام هذا النظام مبني على أنه تقسيم المرضى توافدين إلى أقسام الطوارئ إلى خمسة أقسام القسم الأول نسموه نحن level 1 هو أي حالة تأتي بواسط مركبة الإسعاف متوقفة القلب أو تعاني من إصابة شديدة جدا لا يستطيع الطبيب إلا أن يتعامل معه والطاقة من الطبي بالماكس معهم ربع ساعة أعلى درجة إنه ممكن يتأخر كيس في الفرز لربع ساعة ليش؟ لأنه تكون إذا لم يتم التدخل سنفقد الدقائق الذهبية حالة خارجة جدا نعم سواء كانت توقف قلب كوانس كانت إصابة حادة بالصدر مع نزيف مرحلة نسميها الصدمة هذه الحالات نسميحنا الحالات التي هي level 1 ويتم الدخول مباشرة فيها ويستطيع الطاقم إن كان هناك فقط طبيب وحيد ومرض أن يترك الجميع ويتوجه إليه هذه طبيبية وقانونية لهم بالحق في الأرض حالة الثانية هي مثلها level 2 هي حالة أقرب ما تكون إلى مهددة للحياة أقرب ما تكون إلى مهددة للحياة يعني إحنا نسموهم زي نسميش اسمه gasp يعني المريض يناسع حالة مستعجلة مستعجلة جدا وحكينا زي حالة الصدمة الإصابات المتعددة اللي عندكم مثلا بريئة بقعة من مسافة عالية يحتاج مني طاقم كامل للتعامل فيه من حيث أنه يأمنوا حياته من ناحية الطاقة يتأثر من يتعامل مع التنفس من يتعامل مع الصدر من يتعامل مع العلمات الحيوية من يتعامل مع الأدوية هذه الحالة الثانية اللي يمسميشنا level 2 عادة برضو هذه الحالات العادة الكبيرة اللي عندما تجي عن طريق سارة الأمبالانس لكن تقفحنا مرات شعبنا بجيبوا بالسيارات حالة الثالثة نسميها level 3 وهون هدول حالة level 2 هدول بجيبوا العادة بسيارات الأفضل level 3 بجيبوا بالأدم وووكينج يعني بمشي وممكن بيجيوا عرج وممكن يجبوا عن طريق عكورسي فبالتالي هذا بيدخل على نظام الفرد الفرد level 1 و 2 بتم في داخل قسم الطوارئ جوا لكن هدول لأ من level 3 بدخلوا على غرفة ما قبل الطوارئ وسمها غرفة الفرد نعم هذه الغرفة بيتاخذ لهم علاماتهم الحيوية يتم سؤالهم يدخل بياناتهم أوكي وقالية التعامل مهم بيكون بعدد الإجراءات التي ستتم له يعني على سبيل الميزان بني آدم عنده ألم بالصدر دخل على غرفة الفرد أنا عندي ألم بالصدر فبالتالي أنا بحتاج له مخطيط بحتاج له فحوصات بحتاج له متابعة بحتاج أدوية فمنسميه إحنا صار إنا مجموعة من الإجراءات نحتاجها هي حوالي من ثلاث إجراءات فما فوق منسميه المستوى الثالث وهو قادر على الانتظار لمدة من الوقت دكتور أليس كذلك؟ نعم الانتظار تاعهم هون هذول الناس لا يتعدل أربعين دقيقة لا يتعدل أربعين دقيقة وهذا عنا يعني معمول فيها نعم حسب يعني طبعا الأولويات لأنه طبعا في لفل وان وفي لفل تو فإنت تجي لفل ثري بصراحة لفل فور اللي هي الحائل الرابعة برضو على نفس الغرفة روحه اللي غرفة الفرز وغرفة الفرز غير بتقيم يعني الممكن بني هدم رجله مكسورة وهو بالنسبة له هو معتبال حاله وهو لفل وان نعم لكن بالنسبة للطباء انت رأ انت لفل فور انت كل ما تحتاج مني حاجتين تحتاج مني تقييم تحتاج مني صورة أشعة تحتاج مني جلسين اوكي إذا احتاجت مني حاجتين رسيجارين من اثنين لثلاتة فبالتالي انت لفل فور عالميا اوكي هذا المريض ممكن يستنى لغاية الثلاث ساعات ولكن احنا في مستشفيات نخذ القاعة لما نطبق ثلاث ساعات لتكونوا لأيت هنا كنا مشنوعين على المنارة فهذه طبيا هذه في العالم كله ممكن يستنى لغاية الثلاث ساعات ولكن احنا هذا في فلسطين لا يطبق وعالة هذول المرضى اذا كان في امكانية لانجازهم واحنا تجاوزنا هذا السيستم في اغلب مستشفيات لانه احنا اقامنا مثلا هكي حالات انه غرفة الجبسين والطباء العظام بيكونوا قريبين فبالتالي بيتخلصوا كله على بعض خلال نصي على 40 دقيقة بالعالي نعم ايضا هنا اعود فقط للنقطة التي ضمن التصنيفات التي ذكرتها دكتور مصطفى بما ان هناك تصنيفات للحالة الطارئة قلنا هناك المستوى الاول والثاني هو الذي قريب بدوره من الاول لكن تصنيفات المريض هي نفسها ايضا تتبع بضرورة التصنيفات للطاقم الطبي بمعنى المستوى الاول والثاني الا يستوجب هو الاخر ان يكون بتصنيف بدوره بوجود طبيب ينتظر هذه الحالة في قسم الطوارئ لحين حضورها كي يتم التعامل معها باقصى سرعة وهنا كذلك نربطه بتصنيفات الوقت في ذات الوقت صحيح بس احكيرك راح ارجعلك لهذا المرتبطة بخدمات ما قبل المستشفى كي يتم التعامل معنا التصنيف الخامس اسمه التصنيف الخامس وهي التصنيفات يعني هذا المريض بالاصل هو يحتاج مني اجراء واحد او لا يحتاج انسان اجنفى الوز هو ممكن ما يحتاج مني رد يعطيها الدكتور تبلو براسلو مش بالضرورة كان يجاع قسم الطوارئ لازم يذهب على الرعاية بني ادم عنده مثلا انسان عنده ألم في البطن مستمر من فترات يروحه بيجي هذا الاصل يذهب على العيادات الخارجية غاد من شان تصنيف معه ولكن ممكن يستنى فبالتالي البروسيجر تبعته هذا ممكن عالميا يستنى الغاز ست ساعات ويمكن تسمعته عن احداث زي في لنبا يعني هم اهل الترياج ممكن غاد المريض يستنى ست ساعات وهم جوا يستنوا لأنهم يعني هم يعني هم برضو في داخل في الاحتلال جوا اذا انت صنفت عندهم من الفئة الرابعة او الخامسة فبالتالي انت لست بحاجة انك تجعل الطوارئ مباشرة كالذي رحت على طبيب العائلة حتى الكشفية بيعتخد مبلغ عالي منشان تدخل على الطوارئ منشان الاصل انه يتم الابلاغ عن الحالات مثل الخاصة الليبل وان وليبل تو اللي بيجوا عدد سارات الاسعاف انه يكون في اتصال وتواصل ما بين الجهة المقدمة للخدمات ما قبل القوارئ هي زي الاسعافات مع الطاقم المتواجد وذلك الاسباب التالية انه يكون هذا الطاقم محضر حاله يكون يعرف وهذا الواجب واجب على المقدمين خدمات المتواجد للسعاف اللي احنا رح نشكي لك الى شو اشتغلنا عليها لازم يبلغهم شي الحالة نشان الطاقم يحضر حاله يبعارف نوعية الحالة بالمجمل شو المتطلبات مني يعني على سبيل مثال لو ابلغ انه انا في عندي حالة اصابة جيش مثلا في الصدر او في الراس او عندي سقوط من علو او عندي جلطة قلبية الطاقة البيع عارف حاله انه انا لازم اشتغل انعاش يكون كل معددات انعاش جنبي معنى ممكن اضطر الاخذاء الصدر من شان اخراج الدم وهذا يكون عندي المعدة جنبي جاهزة معنى ممكن اعطي صدمات سهر وبي لازم يكون جنبي جاهزة ممكن احتاج لجهاز السريع من شان اشكل لازم اكون عارف انه اطلع فيه مباشرة عمليات فبالتالي الاسمسير عندي لازم يكون جاهز لازم اكون عارف انه ممكن احتاج له الى طبقيات او صورة اشعة طارئة فبالتالي لازم يكون عندي الوصول الى الاشعة الثلث وابعاد الاخرين هذا بالعادة عندنا اللي هو بتم لما يتم التبليغ بحضر الطواقم نفسهم بهذا يعني هنا يستشف من حديثك دكتور مصطفى انه بداية ليس اي فرد من الافراد او من الممردين هو بصراحة قادر على ان يعمل بنظام ترياج وبالاضافة الى اننا نحتاج الى ممردين ذوي خبرة واطباء بتأكيد ذوي خبرة في هذا الموضوع وان هذا الموضوع هو فن وكما يعني يطلق عليه the art of the triage وبالتالي في هناك قواعد وضوابط للتعامل مع مثل هذا التصنيف العالمي صحيح يعني بداية الترياج في العالم هو نوعين النوع الاول اللي هو ما يطبق في داخل الاستشفيات اللي هو احنا طبعا الممرد اللي بكون او الطبيب اللي بكون على بسؤول على الترياج يكون مدرب كيف يستخدم التصنيفات وهي تصنيفات عالمية وتم تدريسها وهو يدرب كيف يتعامل مع هذه الحالي وبناء على ايش يعطيها التصنيف الرابع او التالت او التاني او الاول هذا واحد تصنيفات ما قبل المستشفيات هو ترياج مختلف هو ترياج مختلف كاملا ويعتمد على التنفس والحالات اللي احنا نسميها اللي بتكون خطرة جدا هي بتصير بالعكسي يعني في الترياج انت لازم الخارجي تتعامل مع الناس اللي بيقدر يمشوا لانه الهدف الاساسي انقاذ اكبر قدر من الناس طعام فبالتالي من يستطيع الحركة هذا اول داري ادم ايمو المتنفس اكبر بعدين بتنزل على الاعنف فالاعنف فالاعنف اخر شيء تخريقهم الاعنف ليش لانه الهدف في الترياج ما قبل المستشفيات في حوالحة الكوارث هو انقاذ اكبر قدر من الناس نعم نعم وليس العمل مع مجموعة محدودة معرضة للخطر وترك اكبر كمية تهديد للسرع وبالتالي هنا السؤال دكتور مصطفى يعني طالما انه مهم جدا ان نتعامل بنظام الترياج حتى ما قبل في الكوارث يعني سواء كانت في الميادين في الشوارع في اي كارثة على سمح الله هنا يستوجب ان يكون ايضا المصعف حاصل على ربما قواعد فنون الترياج أليس كذلك نعم صحيح وإحنا كإدارة عمل الطواري الآن نعمل بشدة وبقوة على الخدمات نسميها احنا او خدمات ما قبل المستشفى والآن نعمل على رفع المستوى الخدمة المقدمة من قبل الخدمات الاسعاف خلال واحد اعترفنا في مهنة المصعف وعلى قد تكون جميع تعرفوا الآن أصبحت قضية المصعف مقدمة الخدمة اللي هي مقبل المستشفى هي دراسية بين دبلوم وباكالوريوس هذا لأنهم في نظامهم التدريسي رح يكون يدرسوا نظام بالتراج والتعامل بالإضافة إنهم رح يتعلموا آلية نسميها احنا مسم اللي هي إدارة أو التعامل مع التوارث في المكان كيف تديرها وكيف تتعامل معها بحيث إنه يكون في رابط ما بيننا وبينهم احنا في المستشفيات وهم ما قبل المستشفيات في إدارة موحدة بحيث أنه يكون في لغة مشتركة ومعرفة إذ كل الطرفين عما يدور أنا ولا في خصب الطواري بكون أعارف شو اللي بدي يجيني وهو لما ببعت ببقى عارف شو اللي طبقت أنا ببقى بقول لأوصل لك صحيح وبهذه الشروحات التي قدمتها دكتور مصطفى يعني يتسنى لنا أن نصل إلى قاعدة مهمة جدا ومعلومة يجب أن نستمع إليها بإصغاء شديد أننا لسنا نحن المرضى أو المواطنين من نحدد إذا ما كنا حالة طارئة أم لا بمعنى ضمن المعلومات التي تقدم إلى الطواقم الطبية حتى ما قبل أو طواقم ضباط الإسعاف ما قبل وصول الحالة المرضية بناء عليها يتم تصنيف هذه الحالة إذا ما كانت طارئة أم لا ووفقا أيضا للمعلومات وربما الدرجات والمستوذات التي ذكرتها رغم أنه عالميا يعني هنا البعض يسأل ويستفسر يعني لماذا لا يتم اعتماد مثلا كما النظام العالمي بطريقة الألوان وليس فقط المستوذات المعتمدة على الأرقام نحن الآن ندرس قضية الألوان بالذات اللي هي الجرين يالو ريد بحيث أنه ممكن نغير في النظام والآن إحنا إدارة عامة الطوارئ قيد أنه تأسيس نظام الترياض زي هذا في المستشفيات الحكومية نعم الآن مع منظمة الصحة العالمية بهذا الاتجاه نتمنى أنه يتم هذا قريبا ولكن هو قيد العمل عليه هذا يطبق في المستشفيات لكن دعيني أحكي كلمة كل أي نظام بتحطه يفشل إذا لم يكن التعاون فيه من قبل الناس يعني أنا بس بدي أحكي نصيحتين قبل ما نعم تصدر نصيحة الأولى لمجتمعنا الفلسطيني دع المسعف يقدم الخدمة وابتعد عنه وعطيه مجال صحيح ولا تقل ما تقرب منه إلا إذا طلب مساعدة نعم أعطيه مجال أعطي للتواقم الطبية قدر يتعامل اتنين القضية المؤرقة هي عملية اللي هي التصوير والأصص والهاية اللي هي المرفوضة للأمانة مرفوضة كيف انتهت خصوصية المرض انتهت خصوصية الناس وهذا مرفوض اتنين بالنسبة للمستشفيات عزيز المواطن نحن نؤمن أنه أنت مريض قوله لك مريض ما جيت لأقسام الطوارئ اوكي ولكن مرضك لا يعني انه لك الحقية انك تتجاوز من هو أخطر منك عليك الاستماع الى التواقم الطبية عليك الانصيع للأوامر اذا انت شخصت او صنفت من ضمن الفئة الرابعة او الخامسة تبقى لهمية لمن هم أخطر منك في التعامل واعطوا مجال للتواقم الطبية تعمل ورجاء قضية المرافقين الكثر المرافق لا يقرر ما هي الحالة اعطوا التواقم الطبية تعمل براحتها وفق امكانياتها اللي موجودة وكونوا على دراية انهم الامن لان هذا شغلهم على صحته منك وكمان حاجة لا تتعرفوها يعني كمواطن فلسطيني وانا كطبيب بحكيها وكمواطن لا يستطيع اي مواطن العمل بطريقة جيدة وهو يرى الف واحد فوق راسه اكيد يعني انا لو بيحكيها على المواطن العادي وانا ابن بمواطن عادي حتى الحداد انا والدي حداد ما بيقدر يكمل شغله وفيه فوقي ناس يعني كمية الحالة نفسها تكون تسبب شد العصار التوتر والضغط من اجل اصعافها نعم وبالتالي وجود المتفرجين والمشاهدين ومن الذين يريدون بصراحة عمل سكوب في من خلال التصوير والمباشر وما الى ذلك هذا من شأنه ان يؤدي الى احداث بلبلة احداث توتر للطاقم الذي يجب ان يقدم الخدمة بأعلى جودة وبأسرع وقت من اجل انقاذ الارواح وبذا ايضا هنا ننوه للسادة المشاهدين او بعض الذين للأسف يقومون بالاعتداء على التواقم الطبية وفق تصنيفاتهم بانه هذه حالة طارئة والتي قد لا تكون طارئة بالمستوى الذي يظنون ويعتقدون والبعض الاخر قد يؤدي الى عملية تكسير بعض الاجهزة ومتلكات المستشفى هذه نتائج وربما مضاعفات عدم العلم والادراك بإذا ما كانت استفدت كثيرا منك دكتور مصطفى صدقا على هذه المعلومات وكذلك أنوه بالشكر الجزير للجامعات بصراحة الفلسطينية التي بدأت بالتعاون معكم بوضع هذه المنهجية كركيزة أساسية في الكليات الطبية المهن الطبية المساندة باعتماد هذا المنهج مادة تدريسية لدرجات البكالوريوس والماجستير بحيث يتم تخريج طلاب وطالبات سلك المهني لديهم دراية بهذه الأنظمة العالمية الهامة جدا في إسعاف الحالات المرضية وإنقاذها وهنا تحية صباحية لك من الدكتور محمد الجلدي وجه لك التحية الصباحية وأيضا تواقم مستشفى ثابت ثابت وجه لك التحية الصباحية على هذه المعلومات القيمة التي نأمل دائما وأبدا صدقا أن تتضافر الجهود وتكرس مع وزارة الصحة من مختلف الجهات المبادرة والشركة حتى ننقذ الأرواح دكتور مصطفى اللقاء لا يمل معك صدقا وأشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى القواسمي مدير عام الإدارة العامة للطوارئ في وزارة الصحة شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات